موسيقى بسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين اهلا بك احبائي مرة تانية في برنامج المعلم الصالح اللي بندرس فيه دراسة مبسطة بنعمة ربنا في تعليم ربنا يسوع المسيح المعلم الصالح المرة اللي فاتت كلمتوكو عن الايمان وعن ضرورة الايمان بالله للخلاص الابدي وعن فعالية الايمان في نواحي كثيرة المرة دي بنعمة ربنا نكمل كلامنا عن الايمان عايز اكلمكم النهاردة بنعمة ربنا عن درجات الايمان وعن ارتباط الايمان بالفضاء للاخرى فحلقتنا النهاردة بنعمة ربنا هي الجزء التاني عن الايمان في تعليم ربنا يسوع المسيح ابتدي بموضوع درجات الايمان في تعليم ربنا يسوع المسيح بيشرح لنا ان الايمان ليه مقياس زي ما انت بتقدر تقيس الاطوال تقيس الاحجام تقيس الاوزان في العالم المادي ايضا في العالم الروحي تقدر تقيس الايمان وتعرف الايمان ده اذا كان ايمان عظيم او اذا كان ايمان ضعيف او ايمان نص ونص او ايمان او ما فيش ايمان ففيه درجات للامان اديكم مثل كده في انجل القديس متى في عدد تسعة وعشرين آسف في انجل القديس متى صحح تسعة في عدد سبعة وعشرين لتلاتين بيقول وفيما يسوع مكتاز من هناك تبعه اعميان يصرخان ويقولان ارحمنا يا ابن داود ولما جاء البيت تقدم اليه الاعميان فقال لهم يسوع اتؤمناني اني اخدر ان افعل هذا فهو ده السؤال الحلو اللي ربنا يسوع المسيح بيسأله للاعميان قالوا انت تؤمنوا اننا اقدر اعمل كده يعني انت بتصرخ يا ابن داود ارحمنا طب انت بتصرخ بايمان ربما كن انت في مشكلة او في ديقة او في موقف غير واضح وعايز استعلان من الله يكشف لك اردته في الموقف دا الرب بيسألك هل انت بتؤمن اني اقدر اعمل كده فقال له نعم يا سيد عدد تسعة وعشرين دا بقى اللي انا اصد اكلم عليه بيقول حيناز اللمس عينهما قائلا بحسب ايمانكما ليكن لكما في عدد تلاتين فان فتحت اعينهما يعني ايه بحسب بحسب ما قالش لان او علشان ايمانكم هيكون ليكو بيقول بحسب يعني على قدر ايمانكو هيكون ليك يعني انت لو ايمانك قوي جدا هتاخد عينين مفتاحة ستة على ستة ايمانك دا يعني نص ونص عينك هتفتح بستاخد نص ونص فدي الحاجة اللطيفة في تعبير بحسب يعني على قدر ايمانك هتاخد فبيقول بحسب ايمانكما ليكن لكما التلاميذ نفسهم اتعلمون الرب يسوع المسيح ان الايمان دا ليه مقيس وممكن ان الايمان دا يتزود ففي انجيل القديس لواء في اسحح 17 في عدد خمسة وستة قال الرسل للرب للرب يسوع طبعا زد ايماننا عايزينك تزود يا رب الايمان بتاعنا فقال الرب في عدد ستة لو كان لكم ايمان مثل حبة خردر لكنتم تقلون لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعكم اما بيطلبوا انه الرب يسوع يزود ايمانهم الرب مرفضش الطلب لكن هو حب يوضح لهم انه حتى لو عندكم قليل من الايمان زي حبة الخردر دا في حد ذاته قوة عظيمة وتقدروا بيها انك تقلعوا جميزة من مكانها وترموها في البحر فهو بتكلم الرب يسوع وافق على مبدأ انه ان الايمان ممكن يزيد ولكن في نفس الوقت بيتشجعهم قال لهم حتى لو عندكم ايمان بسيط خالص فهذا الايمان في حد ذاته قوة عجيبة جدا القصة اللي حكيتها المرة اللي فاتت في انجيل القديس مرقص في صحح 9 عن الراجل اللي ابنه كان فيه روح نجس وبعدين الراجل اللي ابنه فيه روح نجس بيقول لرب يسوع المسيح ان كنت تستطيع ان تؤمن قال له ان كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا واعنا ان كنت تستطيع شيئا فرب يسوع المسيح قال له ان كنت تستطيع ان تؤمن فكل شيء مستطاع للمؤمن فالراجل قال له عبارة حلوة خالص قال له أؤمن يا سيد فأعن عدم إيماني أؤمن يعني أنت تؤمن ولا ما تؤمنش أما أنت بتقول أؤمن أعن عدم بتقول عدم إيماني هو يقصد أننا أنا عندي إيمان بس إيمان ضعيف أرجوك أنك أنت تساعد الإيمان الضعيف ده والزود الإيمان الضعيف ده فاريت إحنا نصال لربنا وأنتم لربنا نقول لرب انت بتطلب من الايمان وانت رئيس الايمان وانت مكمله هي دينا اوه رب ان انت تساعدنا وترفع من قوة الايمان في حياتنا فالايمان لدرجات ده اللي بيعلم به ربنا يسوع المسيح فيه ايمان عظيم فيه ايمان وصف الرب يسوع المسيح انه عظيم زي ايمان قائد الماء اللي تكلم عنه في انجيل القديس متى في اصحح 8 عدد 5 العشرة وانجيل القديس لوقه في اصحح 7 في عدد 9 بيقول جاء اليه قائد ماء في انجيل القديس متى اصحح 8 عدد 5 وقال لغلامي ما تروح في البيت مفلوك متعذبا جدا فقال لها يسوع انا اتي واشفيه فاجاب قائد الماء يا سيد لست مستحق ان تدخل تحت الصقفي لكن كل كل كلمة فقط فيبرأ غلامي لان انا ايضا انسان تحت سلطان ليه جند تحت يدي اقول لهذا اذهب فيذهب والاخر ائتي فيأتي والعبدي افعل هذا فيفعل فلما سمع يسوع تعجب وقال الذين يتبعونه الحق اقول لكم لم اجد ولا في اسرائيل ايمانا بمقدار هذا ايمان عظيم ليه لان الرجل ده شعر بعدم استحقاقه ان الرب يسوع المسيح ادخل بيته والاقصر من هذا انه امن ان الرب يسوع يستطيع ان يشفي عن بعض يعني قال له خليك هنا مش انت انتش محتاج تتحرك مش محتاج انك انت تيجي انا بقول انا ليه ناس تحت ايدي بقول له ده روح هنا روح بقول له ده روح هنا روح بس انه ليه تحت ايدي دول حاجات مرئية وحاجات في العالم البشر لكن انت اكيد عندك سلطان قوي الهي سلطان روحي عند قوات شفية ممكن تقول لكلمة تقول لكلمة دي روح بيت فلان عشان تخفف ابنه تروح كلمة الله لبيت فلان تخففه تقدر تشفي من عن بعض فالرب يسوع تعجب وقال أنا لم أجد في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا برضو الستة الكنعانية في إنجيل القديس متى في صحاق 15 في عدد 21 لـ 28 الرب يسوع المسيح مدح إيمانها واعتبره إيمان عظيم قديس متى بيقول إذا أمرأة كنعانية خارجها من تلك التخوم صرقت إليه ارحمني يا سيد يا ابن داود بنتي مجنونة جدا فلم يجبها بكلامه فتقدم تلاميذه وطالبوا ليه قالين إصرفها لأنها تصيح ورائنا فأجابها لم أرسل إلا إلى خراب بيت إسرائيل الضالة فأتت وسجدت له وقال يا سيد أعني فأجابها ليس حسن أن يأخذ خبز البنين وطرح للكلاب هنا الإيمان بقى ظهر بتاع المرأة إنها بالرغم إنها سمعت عبارة تبدو إنها فعلا صعبة إنه بيقول لها بالطبيعة إن الناس الأمميين أو الوسانيين دول ما هماش أولاد الله فبيقول ليس حسن أن يأخذ خبز البنين وطرح للكلاب يعني لو أنت ترجعي لي وتبقي بنتي هتأخذي أحسن من كده هتأخذي أحسن من الفتات فقالت نعم يا سيد والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها فقدمت بإيمانها اتضاع إن أنا ما عنديش معنى أن أبقى زي الكلاب ما عنديش معنى إن أنا أأكل من الفتات ولكن هذا الاتضاع فيه إيمان إنه حتى الكلاب بتأخذ فأنا أكيد هأخذ ولو أخذ الفتات أنت أكيد مش هتحرمني فده نعم الإيمان العجيب في عدد 28 حيناز قال يسوع لها يا امرأة عظيم إيمانك ليأكل لك كما تريدين فشوفيت ابنتها من تلك الساعة يا سداني مهما كان حالتك الروحية حتى لو كان زي الكنعانية دي وجيت للرب يسوع المسيح بإيمان وبتطلب منه مش هرجعك فاضي ويقول لك عظيم هو إيمانك ويديك اللي أنت بتطلبه منه ففي درجات الإيمان في إيمان عظيم وفي إيمان ضعيف يعني رب يسوع لما تكلم عن الناس اللي بيعولوا الهم في متى 26-30 فبيقول لماذا تهتمون باللباس تأملوا زنابك الحقل كيف تنمو لا تتعب لا تغزل ولكن أقول لك أنه ولا سليمان في كل مده كان يلبس كواحدة منها فإن كان عجب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان يعني الإنسان اللي هو بيعول الهم على الأمور المادية الله بيعتبره أن الإنسان ضعيف الإيمان أو قليل الإيمان ومثال كده التلاميذ في السفينة لما حصل حياك في البحر وكان رب يسوع المسيح نائم في السفينة فرحولوا وصرخوا ونادوا قالوا يا سيدنا الجينة فاننا نهلك في إنجيل قدس متى ثمانية ستة وعشرين قالوا ما بقى لكم خائفين يا قليل الإيمان ثم قام منطهر الرياح والبحر فصار هدوء عظيم فهنا برضو نعمل إيمان القليل مثال تاني الإيمان القليل بطرس لما رب يسعى المسيح ندهله عشان يمشي على المية وبعدين ابتدى بطرس يشك وابتدى أنه هو يغرق في إنجيل قدس متى في صحاحة 14 في عدد 32 بيقول مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت ففيه برضو نوع من الإيمان القليل نوع من الإيمان القليل لما الرب يسوع المسيح كان بيكلم عن خبز الفرسيين وقال له أنه نحن معناش خبز فالرب يسوع في إنجيل قدس متى في صحاحة 16 في عدد 8 قال لهم لماذا تفكرون في أنفسكم يا قليلي الإيمان إنكم لم تأخذوا خبزا حتى الآن لا تفهمون ولا تذكرون خمس خبزات الخمسة الألاف وكم قلق فأخذتم ولا سبع خبزات الأربعة الألاف وكم سلا أخذتم يعني هو أبل كده كان عمل أكتر من معجزة لإشباع الجموع خمس تلاف شبعهم بخمس خبزات وأربع تلاف شبعهم بسبع خبزات وأنتو جايين دلوقتي الأنين على الخبز وبتقول ما معناش خبز راح فين الإيمان فأنتو إيمانكو قليل ففي تعليمه عن درجات الإيمان قال إن فيه إيمان عظيم وفيه إيمان قليل وقال إن فيه ناس ما عندهمش إيمان ففي حدثة تانية برضو لما هاجت الريح على التلاميذ في البحر في إنجل القديس مورس أربعة في عدد أربعين قال لهم ما بقى لكم خائفين بس المرضى قال لهم كيف لا إيمان لكم ثم كان مثال للي ما عندهش إيمان بقيامة رب النسوع المسيح في إنجل القديس يوحن في عدد عشرين عدد أربعة وعشرين كان ثم موجود لما جاه يسوع والتلاميذ قالوا له إحنا رأينا الرب فقال لهم في يوحن عشرين خمسة وعشرين إن لم أبصر في يديه أسر المسامير وأضع إصباعي في أسر المسامير وأضع يديه في جنبه لا أؤمن يعني الثومة بيعلن عدم الإيمان بالقيامة واشترت إنه عشان يؤمن بالقيامة إنه يحط صوابعه في أسر المسامير ويحط إيده في جنب الرب يسوع القام من الموت ولكن نشكر ربنا على تحننه وعظمته ونسبحه على حبه إنه ما سابش تومة في عدم الإيمان فبعد ثمانت يام جاء الرب يسوع الأبواب مغلقة وبعد كده زي ما بيقول القديس يوحن في إصحاح عشرين عدد السبع وعشرين قال لتومة هات إصباعك إلى هنا وأبصر يديه وهات يدك وضعه في جنبي ولا تكون غير مؤمن بل مؤمنا فالرب يسوع المسيح نقل تومة من حالة عدم الإيمان إلى إيمان بالقيامة بل في الواقع هو مش بس نقله من حالة عدم الإيمان لإيمان ده نقله من حالة عدم إيمان إلى كارز عظيم كارز بعد كده بموت وقيامة ربنا يسوع المسيح فالله من حنانه مستعد إنه هو يدينا إيمان والله من حنانه مستعد إنه هو يزود إيماننا فهو يكلم عن درجات الإيمان في إيمان عظيم في إيمان قليل وفي ناس ما عندهم شي إيمان يا ترى أنا وإنت إيمان شكله إيه الموضوع الثاني اللي يكلم فيه ربنا يسوع المسيح العزيزين يكلم عنه في الحلقة دي بصرعب نعمة ربنا علاقة الإيمان بالفضاء للأخرى إن الإيمان واحده بدون فضاء الأخرى مرتبطة به يعني بإيمان نظري في إنجيل مثلا إنجيل قديس متى في الصحاح السبعة في عدد 21 بيقول ليس كل من يقول لي يا ربي يا ربي يدخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل إرادة أبي فالحكاية مش كلام أو الحكاية مش إيمان نظري لكن محتاجها عمل إرادة الله في الآب في إنجيل قديس يحنى في صحة 13 في عدد 17 قال إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه يعني ما تقولش إن أنا بؤمن بالله وتكلمش كلام نظري لكن محتاج موضوع العمل فالإيمان مرتبط بأمور كثيرة أو بفضاء كثيرة حسب تعليم ربنا يسوع المسيح أولا مرتبط بالتوبة لأن بدون توبة صادقة واعتراف بالخطية الإنسان ما حصلش على مغفرة الخطايا ومش بيحق إرادة ربنا الرب يسوع المسيح لما بعد تلاميذه عشان يكرزه في إنجيل قديس مرؤس في صحة 1 في عدد 14 قال لهم روح وكرزه وآسف الرب يسوع المسيح نفسه لما جاه يبتدي البشارة وقرازة بتاعته بيقول إنه هو ابتدى يقول قد قاموا للزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وأمنوا بالإنجيل فهو ربط التوبة بالإيمان يعني مش بس إن احنا نآمن بدون توبة محتاجة إيمان ودينا مثل بتاع شخصين قال إنه فيه شخص ابوه قال له روح أعمل كذا فقال له حاضر أنا روح أعمل أشتغل في القرب وما عملش حاجة واحد تاني قال له روح أعمل كذا فراح وعمل ده بيكلم عنه في إنجيل القديس متى 21 في أعداد 28 ل32 يقول كان الإنسان ابنان فجاء الأول وقال له يا ابني إذهب اليوم أعمل في قرم فجاء ما أريد ولكنه ندم أخيرا ومضى وجاء للسان وقال كذلك ها أنا يا سيد ولم يمضي فأي الأسنين عمل إرادة الآب يعني الأولين قال له أنا مش هعمل بس رجع وتاب وندم أنه هو مسمعش الكلام وراح عمل والتاني قال له حاضر وما عملش حاجة فالأولاني اللي اعتبر تاب وندم عنده إيمان بس إيمان متأخر بس هو تاب وعمل ولكن التاني كان عنده إيمان وقال له حاضر بس ما عملش حاجة فالرب يسوع المسيح بيقول أي الأسنين عمل إرادة الآب قال له الأول الأول أنه بالرغب أنه فيه فترة من فترات ما كانش عنده إيمان ما عندهش طاعلان ما عندهش إيمان ولكن بعد كده الندم ما عمل أحسن من التاني اللي كان عنده إيمان ما عملش حاجة فالوله الأول فالرب يسوع المسيح بيعلم أنه يجب أن تكون يكون إيماننا مرتبط بعمل التوبة أنه نتحرك ونعمل خير ونحن ندم ونرجع عن الخطيئة زي ما تكلمنا عن التوبة المرة اللي فتت ولهذا أيضا فهو مرتبط بالأعمال لأن التوبة بدون أعمال ميت فمرتبط بالأعمال والأعمال هنا ضرورية للخلاص الأبدي الناس يعني حين بتبقى كونفيوز أو مطلق بطا ما بين غفران الخطيئة بدم المسيح المنجاني وما بين أنه مع غفران الخطيئة أنا محتاج للخلاص أكمل خلاص بخوف ورعدة عشان الخلاص الأبدي فالخلاص مش بينتهى عند غفران الخطيئة الخلاص ده عمل بيكبل لغاية يوم القيامة التانية لما الله يقيم الأكساد ويعطيها طبيعة جديدة فربنا يسوع المسيح بيعلمنا أنه ينبغي أنه يكون الإيمان بتاعنا مرتبط بالأعمال الحسنة عشان نقدر نخلص في اليوم الأخير والمثال كده اللي معروف جدا وواضح جدا في إنجيل قدس متى خمسة وعشرين في أعداد واحد واربعين لستة واربعين يقول أيضا الذين على اليسار اذهبوا عني يا ملعين إلى النار أبديا المعدل إبليس وملائكته لأني جاءت فلم تطعموني عطشت فلم تسقوني كنت غريبا فلم تأهوني عريانا فلم تكسوني مريضا محبوسا فلم تزوروني حينازن يجيبونهم أيضا يا رب متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو عريانا أو غريبا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك فيجيبهم الحق أقول لكم بما أنكم لم تفعلوا بعحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبديا فهنا خلي بالك أنهم بيكلموا الرب يسوع المسيح بيقولوله يا رب فهم مؤمنين بربوبيته مؤمنين بربوبيته ولكن الأبرار يقولوله يا رب اللي عليمين يقولوله يا رب واللي عشمال يقولوله يا رب طب إيه الفرق بين عليمين وعشمال أن عليمين عملوا أعمال الخير شافوا الجعان وأطعموه وشافوا العشان وصخوه وشافوا العريان وأوه وشافوا الغريب وأووخ وشافوا العريان وكسوه وشافوا المريض والمحبوس وزروه ورب يسوع المسيح اعتبر ان كل اللي عملوه ده عملوه لشخص هو فايمانهم بيه كرب كان مرتبط بالاعمال الصالحة علشان كده الرب يسوع المسيح قال لهم ادخلوا الحياة الابدية لكن الطرف التالت اللي على الشمال عندهم الايمان بيه كرب وقالوا يا رب ولكن كان قدامهم فرصة لا اطعاموا الجعان ولا ساقوا العطشان ولا او الغريب ولا كسوا العريان ولا زاروا المريض فالرب يسوع المسيح قال لهم اذهبوا عني انا لا اعرفكم وراحوا للعذاب الابدية اما الابرار راحوا للحياة الابدية وده اللي بيقول عنه قديس ياعقوب انت تؤمن ان الله واحد حسنا تفعل الشياطين يؤمنون واخشارون انا لو اؤمن بوحدانية الله بس ما فيش اعمال صلاحة يبقى ايه الفكرة تما الشياطين بيؤمنوا ان الله موجود تفرق ايه بين الانسان وبين الشيطان لو بس الموضوع ان انا بؤمن ان الله واحد والله موجود ولكن ما فيش اعمال صلاحة فده اللي بيعلمنا بيه رب النساء على المسيح ان احنا ايماننا لازم يبقى مرتبط بالاعمال الصلاحة وده معناه انه بيعلمنا ان ايماننا يكون مرتبط بالمحبة ما الاعمال الصلاحة دي هتطلع منين ما هتطلع من دافع حبنا للناس في انجلي قدس متى برضو بيقول لنا حاجة تاني في متى السبعة سبعة في عدد 22-23 الكثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب ليس باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة يعني عندهم ايمان عجيب اوي وتنبأوا باسمه معناه انه علموا باسمه وادروا بالايمان ده يخرجوا شياطين وادروا بالايمان ده صنعوا قوات كثيرة دا ايمان عجيب اوي ولكن حنازن اصرح لهم اني لم اعرفكم قد اذهبوا عني يا فاعل الاسم يعني عندك ايمان وتعمل الشر عندك ايمان وفيش محبة يبقى ايمان اي نعم الايمان ده الله لا يقبل مثل هذه النعم الايمان وده اللي قال عنه قدس بولس الرسول ان كانت لي نبوه اعلم جميع الاسرار وكل علم وكان لي كل الايمان حتى انقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا ده في كورنسوس الاولى 13 اتنين اما الان فيزبط الايمان والرجاء والمحبة هذه السلاسة ولكن اعظم هن المحبة الايمان فعلا العظيم هو الايمان اللي يبقى مرتبط بالمحبة هكذا حبائي احنا نلاقي ان ربنا يسوع المسيح علمنا ان فيه درجات للايمان فيه نوع من الايمان العظيم زي ايمان قاد الماغ زي ايمان المرأة الكنعانية والعجيب ان دول ما كانوش يهود او ما كانوش من شعب الله ولكن كان عندهم الايمان وشوفوا الايمان عمل معهم عجيب قد ايه وفيه نوع من الايمان الضعيف زي ايمان اللي بيشيل الهم او ايمان التلاميذ في السفينة او ايمان بطرس وهو ماشى على المية او الا التلاميذ لانه كانش عندهم خبز وفيه نوع من عدم الإيمان زي إيمان توما قبل ما يشوف الرب القائم من الموت وبعدين علمنا أيضا أن الإيمان ينبغي أنه يكون مرتبط بالأعمال بالفضائل الأخرى الإيمان يجب أن يكون مرتبط بالتوبة لأن رسالة ربنا يسعى المسيح توبه وأمانه بالإنجيل الاثنين مرتبطين مع بعض أنك تتوب وأنك تآمن بالبشارة المفرحة بشارة الخلاص في شخص ربنا يسوع المسيح مرتبط أيضا التوبة مع الإيمان كله برضو مرتبط مع الأعمال الأعمال الصلاحة اللي احنا بنقدمها للناس اللي محتاجين مساعدتنا الناس الجعنين الناس العطشانين الناس الغربة الناس العراية الناس المرضى المحبوثين كل دول فرص بقدمها ربنا يسعى المسيح عشان نمارس فيها الإيمان يعني الإيمان اللي طالبه ربنا يسعى المسيح هو إيمان عملي إيمان عملي إيمان سمرته أعمال حب لكل الناس اللي احنا بنقابلهم في حياتنا بكده يا حباية بقى احنا تقريبا نتكلمنا عن معظم تعليم ربنا يسعى المسيح عن الإيمان أو بعضها يعني كلام أكتر من كده وإلى لقاء آخر إن شاء الله في المرة الجاية نتكلم عن موضوع آخر لربنا المجد الدايم إلى الأبد آمين ترجمة نانسي قنقر